النهاردة هنحكي لكم الجزء الأخير من مسلسل حكاية خرافية وبنفكركم إنه وقفنا في الجزء اللي فات لما حميد اكتشفت خيانة هاركا ومن صدمتها ووقع من طوله وتوفى وبسرعة بيتنيل للمستشفى وهناك بيحاول يفهم ظافر إيه اللي حصل ومين آخر واحد كان معاه فبترد نسلهان وبتسأل مامتها إنها قامت من الطرابيزة وإنها آخر واحد شافته وبتتوتر هاركا وبتحاول تجيب اللوم على أنار وبتتكلم وهي بتعيط إن والده كان متضايق بسبب جواسته من زينب وعشان كده كان حابب يقعد مع نفسه وساعتها جات له مكالمة وثبت وخرجت وبيحاول أنور يدفع عن نفسه بس فجأة بيخرج الدكتور بيبلغه منه مات وما قدروش ينقذوه وبيتصدموا كلهم من الخبر ده لدرجة إنه قامت بيغمى عليها ومش بتستحمل الصدمة تاني يوم بيدفن حميده كل عيلته وبتكون حزينة على فراغه ومن وقتها بتوصل في جن وبتخلص الجنازة بس الصحافة بتيجي وبيضطروا كلهم يمشوا بسرعة مع دوالد زينب اللي بيفضل يتكلم مع الصحافة وبيعرفهم إنه أنور كان هيتجاوز بنته وبتبقى خايفة فيه لزينب تعرف وتتدايق منه وأول لما بيرجاوا على البيت بيظهر أنوره هو مع أخواته وبيفتكروا ذكراتهم في طفولتهم مع والدهم وإنه قد إيه كان حنين معاهم ووجوده كان مال البيت عليهم بعدها بتستأذن زينب وبتمشي وبيقوم أونور يوصلها وبيسألها عن كتب الكتاب فبتطلب منه يركز في مسئولياته وإنها معاه وهتفضل جنبه وبتقرب منه وبتحضنه وكمان فؤاد اللي بيبقى خارج مع نسلهان وبتطلب منه إنه يوصل زينب في طريقه وبقتها بيتكلم فؤاد معاها وبيقول لها إنه بلاش تحكي سره قدام نسلهان فبتعرفه زينب إنه ما يقدرش يهددها وكان بتقوله إنها لو عرفت إنه بيستغلها تفضحه قدامها وتخرجه من حياتها وأول لما بتوصل زينب على البيت بتتفاجئ إن والدها تكلم مع الصحافة وبتفضل تزعقله على اللي بيعمله أما هو فبيبقى كل أهم إنه فلوس ترجع له كمان بيبقى حاطة أمل إن الزينب تنقلهم لبيت تاني وبتبصله زينب باستغرب وبتدخل قضيتها وفي الوقت اللي بتظهر هاركة فيه وهي وقفة قدام المراية بيظهر لها شبح حميدة اللي بيقول لها إنه ويفضل ملازمها لحد ما ياخد حقه منها وإنها خانته وجابت له ابن من راجل تاني وإنه هيفضل وراها لحد ما يقتلها زي ما قتلته وبيقرب منها وبتخاف هاركة وبتقف على الأرض وهي بتصرخ من خوفها وتاني يوم بيتجمع المحيم مع كل أفراد عيلة حميدة علشان يبلغهم بالوسية وبيتصدم أونور أول لما بيسمع إن والده باع البيت لهاركة وده لإنه الزكرة الوحيدة من والدته أما بقى بقى إخواته فبيستغربوا لما بيعرفوا إنه كمان عينها رئيس الشركة من بعده إنه كل حاجة بيتم تحت إشرفها فطبعا الكلام ده ما بيعجبش أونور وبيتكلم مع هاركة لوحدهم وبيقول لها إنه طول السنين اللي فاتته هو شاي للشركة على كتافه إنه ما عندهاش خبرة عشان تبقى رئيس الشركة فبيتقول له هاركة إنه ولادها هيساعدوها وبيخرج أونورها متعصب جدا أما نسلهم فبتدخل لولدتها وبتحكي لها إن الشركة محتاجة لأونور جنبهم وإنها تغرق لو تثبت في إيد زوفر وبتتعصب هاركة عليها وبتقول لها إنه هتفكر في كلامها وبنرجع لزينب اللي بتبقى متضايقة جدا بسبب فرحها اللي ماكملش وبيتضايق مريب ساب اللي حصل ووقتها بتجي لها مكالمة من أونور اللي بيطلب يقابلها فبيطلب منها مرينا تفضل في البيت وإنه هو اللي يمشي وبيتصل على فيجان وبيقول لها إنه ضميره مش مرتاح وعاوز يقابلها إنه طالما مات لازم تاخد حقها من ولاده وبتفاهموا إنه زينب وأنور برا انتقامها وبتحكي له عن السر اللي محدش يعرفه وهو إن والدة أونور ما عملتش حدثة زي ما هو فاكر وإنه واعت مستلم وإن الخدم اللي كانوا موجودين وقتها هم اللي بلغوها وبيتفاجئ مري من كلامها وما بيكونش مسدق اللي بيسمعوا وبيقول لها إنه هم لازم يبلغوه فبتتفق بيجان مع مريو إنه هم يبلغوا زينب وهي اللي هتتصرف وبترجع لأونور اللي بيبقى متضايق من والده بسبب قراره وإنه أخد منه الزكرة الوحيدة من والدته وبيحكي لزينب عن زكرياته معاها وبيقول لها إنه لازم ياخد حقه وما يسيبش حد يتحكم فيه وتاني يوم بتوصل هاركة على الشركة وبيستقبلها فيردي والموظفين وأول لما بيسلم عليها واحد منهم بيظهر لها شبح حميد وبيبقى موجود قدامها في كل الشركة وبتتوتر وبتخاف جداً وبتدخل بسرعة على الحمام قبل ما حد يشوفها بتفضل تفتكر كل كلامه معاها وإنها تسببت في موته وبعدها بترجع على المكتب وأول قرار بتاخده إنها تطرد فيردي من الشركة وده بسبب إنه دخل زينب وسطهم وكمان حريس الأمن فبيزعل فيردي وبيمشي وبيخرج أونور وراه بيحاول يرجعه بس بيرفض وبيطلب من أونور إنه يفضل في الشركة وما يسيبش حد ياخد مكانه فيها وفي الوقت اللي بتكون نسلهان في مكتبها مع واحدة تعرفها وبتحكي لها عن بنت انتحرت بعد ما فؤاد أخد كل فلوسها ورميها وتطلب منها تاخد حذرها منه وبيكون فؤاد قاعد مع هاركة وبيهددها إنها لو بعدت نسلهان عنه هيفضحها وبيوقعها في الكلام وبيتفاجئ إن حميد متلا معرف بخيانتها وبيسجل كل كلامها وبيحذرها من إنها تغضر بيه بعدها بيقابل نسلهان اللي بتبقى الآن منه وحسة إنه بيخدعها بس بتتفاجئ لما بيطلب منها فلوس مقابل عملية قتل أرجون وبتتحجج له إنها فلوسه متجمدة في البنوك وبتوافق نسلهان إنها تحاولوا المبلغ وأول لما بترجع هاركة على البيت بتقابل الزوفر اللي بيسألها عن وضع الشركة فبتحكي له إنه فيردي كان العقبة اللي قدامهم لإنه بيساعد أونوره وإنها قريبة تتخلص منه وتبعده عنهم بس نسلهان هي اللي طالبت تستنى شوي هاركة من كلامه وبتقوله إنه والده كان مريد إنه أكيد من زعله جاد له سكت قلبي وبيقطع كلامه مكالمة تلفون ليه فبيسيبها وبيمشي وفي الوقت ده بيتقابل أونور مع زينة باللي بتبقى في الملاهي مع سودة وكمان بيجيب لها هدية وبيحكي لها عن فيجن وإنه الآن من موضوعها وتقربها المفاجئ ليهم وبيقول لها إنه مش يرتحغل لما يعرف فهي عاوزة منهم إيه وبتطلب منه زينة بإنه ينسى كل حاجة وبتاخده بيلعبه مع سودة عشان ينسوا كل همومه وأول ما بترجع زينة بعالبيت بتلاقي مريه قاعد مستنيها بس بتلاحظ إنه متوتر وقلقان وبيسألها عن أونور فبتحكي له إنه متدايق لإن البيت تكتب بإسم هارك وإن ذكريات والدته فيه فبيضطر مريه إنه يحكي لها عن سب وفاة والدته وبتلبس زينة بهدومها وبتخرج مع مريه عشان توصل للحقيقة بس بتجي لها مكالمة من أونوره وبتضطر إنه تكتب عليه وبتقوله إنه عنده شغل كتير في الشركة وأول لما تخلصه هترجع على البيت وبعد دقايق بتوصل زينة بمعمريه على بيت الخادم اللي كان في البيت وبنعرف إنه اسمه جيمشت وبيكون راجل كبير وعجوز وأول لما بيعرف إنه هم جايين بيفتحوا في الماضي بيرفض إنه يتكلم وكمان بيتردهم من بيته وبتمشي زينة بههم الدقيقة لكن بتندي عليها زوجته وبتقول لها إنه حابب يتكلم معاها وبنعرف إن فيجن هي اللي ورا كل ده علشان عاوزة زينة بتعرف الحقيقة لما بقى بيردي بيظهر في حي وبيسأل واحد عن شخص كان ساكن في الحي ده من زمان وبعدها بيتسل على فيجن اللي بتبقى في اجتماع وبيقول لها إنه ما قبلش إنه يشتغل معاها بس مدام ما يمنعش إنه هو بيدور لها على بنتها وبيفرحها لما بيقول لها إنه لها أول خط يوصلوا بيها وبتقفل فيجن المكالمة وبتمسك سورة بنتها وبتبصها وبتتمنى من ربنا إنه يلاقيها في الشركة بتوصل دينيز لنسلهان وبتحكي لها عن فؤاد وبتفجأها لما بتقول لها إنها بحثت عن كل شركاءه كمان أرقام تريفوناته بس بتخطيفي وبيكونش لها أي أثر حتى الشركات وهمية وبتطلب منها نسلهان تبعت لها كل البيانات على باردها وفي اليوم اللي بعده بتقرر نسلهان إنها ترأي بفؤاد وتعرف كل حاجة عنه وبيظهر هو داخل فندق وبيتصل عليه وبتسأله عن مكانه بس بيجدب عليها وبيقول لها إنه في المينة بيستابل شحنة هيستلمها بعد دقايق بتدخل نسلهان مكانه وبتلاقيه وبتقوله إنه خداعها وإنها عرفت الحقيقة وإنه مجرد نصاب بيتعرف على البنات عشان يستغلهم وياخد فلوسهم فبيحاول فؤاد يبرر لها موقفه بس لما بيلاقيها مصممة على قرارها بياخد تليفونه بيسجل لها كلامها عن موت أرجن وبيهددها إنه لو سبيته هيقدم التسجيل للنيابة أما بقى أونور فبيروح على شركة فيجن الأول لما بتعرف بخبر وصوله بتخرجه وفي طريقها بتقابله وبتعرف إنه جاي يسأل على زينب وبتوقعهم في بعضه وبتقوله إنه زينب بقالها أيام ما جاتش الشركة إنها مهتمة بموضوع وفاة والدته وبيتصدم أونور من كلامه وبيكونش فهم هي بتتكلم عن إيه فبتقوله إنه بيروح لزينب وإنه هي اللي هتحكي له الحقيقة وأول لما بيمشي بيوصل بيردي وبيقول لها إنه عارف مكان بنتها فبتفرح جداً وبتطلب منه ياخدها على مكانها بس بتتصدم أول لما بياخدها على الحي اللي ساكنة في زينب وبيقول لها بيردي إنه زينب هي بنتها وبتتصدم صدمة عمرها وبتقوله إنه قلبها كان حاسس من أول يوم شافتها فيه أما بقى هاركة فبتبقى حاليتها صعبة جداً من تقنيب الضمير بس نفاجأ بيدخل عليها الزافر وبيوريها فيديو ليها وهي مع والده قبل ما يموت وبيتهمها إنها سعب في موته وبتنهار هاركة وبتكذب عليه وبتقوله إنها فعلاً اتخانقت معاه بس عشان كان عاوز يسفره وهي رفضت وبتطلب من زافر يسمحها وبيقول لها إنه ما كانش متوقع إنها تعمل كده وبيسيبها وبيمشي في الوقت اللي بتكون زينب قاعدة مع ميري وبتفكر إزاي تقوله ونور على اللي عرفته قرين جرس الباب وأول لما بتفتح بتلاقي ونور قدامها وبتطلب من ميري يمشي إنه عاوز يتكلم مع زينب لوحدهم وبيدخل هو مش طيق نفسه وبيسألها عن موضوع والدته وزاي خبت عنه وبتتصرف من وراه وبيفكرها إنه هما بتفقين إنه محدش فيهم يخب حاجة عن التاني وبتحكي له زينب إنه حميد كان بيتخانق مع والدته علشانه وفجأة زقها من عسلهم وقعها فماتت وإن هاركة كانت وقفة وشاهدة على كل حاجة ومردتش تتكلم وبيطلب منها رقم الخدم أو عنوان بيته بس بترفضوا بتقولوا إنها وعدتهم وبينفعل أنور عليها وبيقول لها إنه أكيد خبت عليها علشان تلاقي معلومة ضد هاركة فبيقول لها الندمان إنه عرفها وبيلعن اليوم اللي وثق فيها فيه وبيسيبها وبيمشي تطلع زينب وراه وبتقول له وهي منفعل إنه ماينفعش كل مرة يتخانقوا فيها بسببها ويمشي فبيهدى أنوره وبيسألها عن موضوع والدته وبيعرف من زينب إنه والدته كان بيتخانق علشانه عوزاه لكن والده رفضوا وحصلت بينهم خناقة ووقعت من عالسلم وبيمشي أنوره وشكله مش بيطمن وبعد دقيق بيوصل أنور على بيت والده وبيفضل ينده على هاركة وهو عصبي جدا لدرجة إن زافر ونسلهان بيبقوا مستغربين سبب تصرفه ده وساعتها بيفضل يزعق لها وبيقول لها إنه السبب فبتبقى فكرة إنه عرف إنها قتلت والده بس بتتصدم لما بيقول لها إنها اشتركت مع والده قتلوا والدته ورموها من عالسلم وبيتصدموا كلهم من كلامه فبتضطر هاركة إنها تحكيه الحقيقة وبتقولوا إنه كلامه صح وإنها عاشت طول السنين دي في تقنيب ضمير وإنه والدته كانت عوزاة ومصممة تاخده وما بيقدرش أنور يتملك أعصابه وبيقول لهم إنه طول السنين اللي فاتت دي وهو شغال في الشركة وإنها بكل بساطة تجوزت والده واخدت حق والدته في كل حاجة وبيفكرها إنه عمرها ما هتتهنى بحاجة طول ما هو موجود وبيخرج أنوره متضايق ومنفعل وبيقعد في مكان لوحده وبيفضل يفتكر كل كلام والده لي بس وقتها بيوصل فيردي وبيسأل لو كان يعرف اللي حصل مع والدته وبيتصدم لما بيعرف إنه كان عارف فبيقول له فيردي إنه دي كانت طبيعة شغله إنه يشوف اللي بيحصل وما يتكلمش فيه وعلشان كده قاعد معهم مدة طويلة فبيلاقيش أنور مكان يروح له غير مطعم أخته قمت وبيحكي لها على هارك عملته وبيطلب منها توقف معاه وتساعده وبنرجع لزينب اللي بتبقى مخنوقة من كلام أونور ليها بس مريبي يهديها وبيقول لها إنه مخنوق بسبب الإستمع وإنها المفروض تعذره وبتتأكد زينب إن فيجن هي وراء كل اللي حصل وبتقرر إنها يتروح لها وتفهم منها كل حاجة وأول لما بتوصل زينب على الشركة بتفضل تزعق لفيجن وكمان بتقول لها إنها خلاص لغة العقد اللي ما بينهم ومش حابة تكون في صلة ما بينهم خالص وبتعتزل لها فيجن وكمان بتطلب منها تقعد معاها وتسمع كلامها فبتحكي لها إنها ما كانتش تقصد توقع ما بينهم وبتطلب من زينب إنها تتعرف أكتر عليها وكمان تديها فرصة تصلح كل اللي عملته وبعد ما بتمشي زينب بتطلب فيجن من ميرين ويحكي لها كل حاجة عن زينب عشان تقدر تصلح غلطها معاها وبعد دقيق بتوصل فيجن على بيت صمد وبتقوله إنها جاي علشان تعذيف وفات ناسيبه وبيشكرها صمد وبيطلب منها تدخل تقعد معاهم فبيحكي لها عن طفولة زينب وإنها الرغم من ظروفهم اللي إنها اكتهدت وذكرت وبتطلب منه فيجن إنها تدخل قضتها وهناك بتفضل تعاية على العيشة اللي بنتها كانت عايشاها وإن إزاي والدها قبل إن بنتها تقعد في مكان زي ده وبتمسك صورة كارتوم وبتشكرها إنها ربت بنتها وبعدها بتفتح الدرج وبتشوف فيه الشراب السوف اللي كانت ملبسها لزينب أول لما اتخذت منها وفي الوقت ده بتسحى زينب على عرستالة من فيليز وبتعرفها فيها إن فيجن عندهم وبتتفاجئ من اللي بتعمله وبتحكي المريل اللي بيقول لها إنها راحت على هناك علشان تعزي والدها وبتلبس زينب وبتبقى فطريقها لهناك وأول ما بتوصل بتطلب منها فيجن إنها تخرج تتغدى معاها فبتستغرب زينب طلبها وبترفض لكن مريل بيقدر يقناها وبيطلب منها تتكلم معاها عشان تعرف حلقتها وكل حاجة عنها وفي اللحظة دي بيوصلوا نور على الشركة بعد ما طلب من هاركة ولادها يكتموا وأول ما بيدخل الاجتماع بيفاجئهم إنه هيعتزل من مهمته وبيندع على كل رؤساء الشركة وبيبلغوا منه هيستقلم الشركة وكمان باع الأسهم بتاعته لحد موثوق فيه وأول ما بيفتح الباب بيتفاجئوا كلهم بقومت وبنعرف إنه باع لها نصيبه في الشركة وبكده هتكون هي صاحبة الشركة لأن أسهمها أكبر منهم كلهم وساعات هيقدر إنه يسيطر عليها ويخلص من تحكمات هاركة فبتقوم أومت وبتقدم لهم قلب اللي هيشتغل بدل من فيردي وبتتدايق هاركة من قرارها وبتسيب الاجتماع وبعدها بتتكلم هاركة مع أونوره أومت وبتفضل تعطبه على تصرفاته وبتقول لأومت إنه ما تعرفش حاجة عن الشركة وإنها مش بتفهم في المطعم وبيدخل زافر نسلهان على صوتهم وبيقول لهم أونور كلمته الأخيرة وهي إن أومت اللي هتتولى رئاسة الشركة وإنهم لازم يسندوها ويقفوا جنبها وأول لما بتخرج أومت بتطلب منها نسلهان تعود معاها بس أومت بتتفاجئ من كلام أختها ليها إنها عايزة تدير الشركة مكانها فبترفض أومت عرضها وكمان بتزعل إن أختها بتحاول تستغلها وبنرجع لزنب اللي بتبقى في مطعم مع فيجن وبيقلوا مع بعض وكل واحدة فيهم بتحكي للتانية عن حياتها لكن زنب بتفاجئ لما بتعرف إن كان ليها بنت واتخدت منها وإن ما تعرفش مكانها وبعد لما بيخلصوا أكل بتتفاجئ زنب برسالة من أونور اللي بيطلب يشوفها وبتستأذن زنب منها وبتمشي أما فيجن فبتتسأل على فيردي وبتسأله على تحية دين إيه اللي عملوا لزنب وبتعرف منه إن النتيجة لست ما طلعتش بس بتبقى متأكدة من جواها إنها بنتها وفي الشركة بتتفاجئ نسلهان بفؤاد داخل عليها وكمان بيطلب منها فلوس عشان يشترى حتة أرض وعاوز يسجلها باسمه وبيطلب من نسلهان ما تتأخرش في الرد عليه وبتقرر نسلهان إنها تحكي لولدتها الأول لما بتسمع كلامها بتتعصب عليها لأنها دخلت واحد نصاب زي دا حياتهم وقتها بيوصل زوفره بيسمع كلامه بتضطر تحكيله نسلهان عشان يساعدها وفي الوقت اللي بيكون فؤاد قاعد في الفندق بيدخل زوفر عليه وكمان بياخد اللاب توب بتاعه وموبايله علشان يمسح كل التسجيلات وبيهدده إنه لو قرب من أخته تاني هيقتله بعد ما بيمشي زوفر بيطلب فؤاد من موظف عنده تليفونه وبيكلم هاركة وبيهددها إنها لازم تصلى حلاقته ابن سلهان واللي هيفضحها وكمان بيعرفوا إنه تليفونه فاضي ما فيهوش غير تسجيل بصوتها وإن الأحسن تلحق تمسحه واول ما بيرجع زوفر على البيت بتطلب منه هاركة إنه يطلع قطوة وهتجيب له الشاي لحد عنده بس بيقول له إنه محتاج يسمع التسجيلات وبيطلع القوضة وبتدخل هاركة المطبخ وبتحطه المناوم في الشاي واول لما بيشربه بينامه وبتاخد التليفون وبتمسح التسجيلات من عليه وبعد دقيق بيتقابل أونور مع زينب وبيعتزلها عن كلامه معيها بس زينب بتبقى متضايق إنه مقدرش يسق فيها بس بتسمحه وبتقرب منه وبتحضنه وفي اليوم اللي بعده بتظهر زينب وهي بتجهزه علشان افتتاح الشركة من تاني بس فجأة بتجيلها دوخة وبيخاف مريع عليها جدا وأول لما بيتصل بأونور بيحكيله بس زينب بتأكد له إنها مجرد دوخة بسيطة مش أكتر وبعد دقيق كلهم بيوصلوا على الافتتاح وبتبقى هاركة متضايقة إن بنتها أخدت مكانها ولغت شخصيتها خالص أما بقى أونور فبيبقى منباهر من نجاح أخته بس فجأة بتجي رسالة لكل الموجودين وبتبقى فضيحة الأونور إنه على علاقة بخطيبة أخوه وبياخد زينب وبيمشي وبتجتمع كل الصحافة حواليهم لكن فجأة زينب بيغمى عليها وبتقعها على الأرض وبياخدها أونور مريب سرعة وبينقولها على المستشفى وقتها بتظهر نديجة التحليل اللي بتبقى منتظرها فيجين وبتفرح جدا لما بتعرف إن زينب بنتها فعلا وبتطلب منها تسمحها على الخبر النشريته ده لإنها ما تقدرش تجاوزها الواحد من عائلة حميد بعد ما حرموها منها لمدة 25 سنة وبنرجع لزينب الأول لما بيتفوق بتلاقي أونور جنبها وبيطمنها بس ساعتها بتدخل الدكتورة عليهم وبتقوله منها حامل في أربع أسابيع وبتتفاجئ زينب وأونور من كلامها وبيفرحوا جدا بالخبر ده وأول لما بترجع زينب على البيت مع أونور بيبقى مريم استنيه ومعاوز يعرف اللي حصل معاها وأول لما بيقول لأونور إن زينب حامل ما بيستحملش الخبر وبيغم عليه وأول لما بيفوق بيفرح جدا بالخبر ده وبيقرب من زينب وبيحضنها وبيطلب منها تعود في مكانها وهو اللي هيجيب لها كل حاجة وقتها بتشوف زينب رسائل كتير بيستعب الأخبار اللي اتنشرت عنهم بس الأونور بيطلب منها ما تشغلش بالها وإنه هيتصرف لكن زينب بتطلب منه ما يتكلمش مع أخوه إنها مش عاوزة مشاكل تحصل ما بينهم بأول ما بيمشي بتغير زينب هدومها وبتكون في طريقها الزافر عشان تتكلم معاه أما أمت فبترجع على البيت مع والدتها وإخوتها وبتفضل تزعق لها إنها قسرت فرحتها وإنه ما كانش له لازمة اللي حصل خالص فبتسيبها وبتطلع على قضيتها وبتقنب هاركة زافر علشان نشر الخبر بس بيأكد لها أنه نسل موضوع وإنه مش هو اللي عمل كده وبتطلع هاركة وبتتكلم مع أمت وبتقول لها إنه مش قد المسئولية وبتفكرها بالصدمة اللي تعرضت لها وإنه وقتها خافت وفضلت والوقت قاعدة في قضيتها فبتقول لها أمت إنه هم السابف اللي حصل معيها إنه عمرهم ما شافوا نجاحها هي ونسلها وكان كل حبها لزافر فبتفكرها هاركة إنه عندها اكتمع بعد يومين وهتشوف إذا كانت تقدر تكمل ولا لأ وفي الوقت اللي بيخرج زافر من البيت بيلاقي زينب قدامه اللي بتطلب منه وتتكلم معاه وبتركب معاه عربيته وفي الطريق بتسأله استفاد إيه لما سوق سمعت أخه قدام الزحافة فبيسوق زافر بأقصى سرعة وهو بيفتكر الوقت اللي وفقت فيه زينب على الجواز منه بس الزينب بتنبهه عشان يهدي السرعة بس بتفجئ بعربية ماشية وراهم وبيكون فاكرة زحافة لكن بيحصل غير كده وبيقطع عليهم الطريق اتنين مسلحين وبيخطفوهم وبنعرف إنهما تبع رجالة أرجون وبيبقى كل همهم إنهما يعرفوا من اللي قتلوا بيحبوا الزافر يقنعهم إنه ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده بس واحد منهم بيمسك المسدس على زينب وبيهدده لو ما تكلمش هيقتلها وبتدفع زينب عنه وبتقولهم إنه كان في المستشفى وقت ما أرجون اتقتل وبتقرب من زافر وبتقولهم يسوبوهم يمشوا وده لإنها حامل وبتقايق بتوصل زينب مع زافر على مطعم وبتشوفهم بنتين قاعدين بيصوروهم وبتتكلم زينب معها عن حكاية أرجون وبيقولها إنه ما يعرفش مين اللي قتلوا وإنه طلب مهلأ لحد ده ما يعرف مين ورع الحكاية دي وبيطلب منها ما تحكيش حاجة لأونور وبتعتزر له زينب عن اللي حصل وبتقوله إنه ما تصدق توقع بينه وبين أونور إن علاقتهم مهما كانت كتا تفشل لإنه ما فيش بينهم حب بتضيق زفر من نفسه بيقوله إنه ما فيش حد بيحبه وبتقاف زينب وبتمدله إيدها وبتطلب منه ويفتحوا صفحة جديدة وبتقرب منه وبتحضنه بس السوق حالزهم إنهما بيتصوروا وبتتنشر صورهم في كل المواقع وقتها بيتصل أونور على زينب وبتجدب عليه وبتقوله إنها كابة تمشى وهترجع على البيت تاني يوم بيتفاجئ أونور بالصور اللي منتشرة عن زينب وبيركب عربيته وبيتصل عليها وبيكون في طريقه ليها ووقتها بتكون زينب في الشركة مع فيجن وميري وبتخلص ورق مشروعها أول لما بتخرج زينب بره المكتب بتتفاجئ بالصور وكمان ميري اللي بيتدايق أول لما بيشوفها بيهدد فيجن إنه هيفضحها قدام زينب وده لإنه استففه كل اللي بيحصل معاها بس فيجن بتوقفه وبتصدمه لما بتقوله إن زينب بنتها وفجأة بتدخل زينب بس الحسن الحظ إنها ما سمعتش الكلام اللي دار بينهم وبتقول لها إنه أونور اكتشف إنها بتكذب عليه وطالب يقابلها بس زينب بتلاحظ إن ميري ساكت على غير العادة فبيقول لها إنه مصدوم مش أكتر وبتطلب منها فيجن تقابله وتشرح له كل حاجة وبعد دقيق بيوصل أونور بيتكلم مع زينب في العربية وبيوريها صورها مع ظافر وبتشرح له اللي حصل وبتقوله إنه ما كانش تقص التخب عليه وبتطلب منه يسق فيها وكمان ما يزعلش منها وبيهدى أونور وبيوصلها في طريقه وقتها بيدخل ظافر وبيوريهم الصور اللي اتنشرت له مع زينب بس بيقطع كلامهم أونور اللي بيحاول يفهم حكاية أرجون إن رجالته إزاي تخطف حبيبته وأخوه وبتظهر نسلهان اللي بتضطر يتحكي له كل حاجة وبيطلب منها تتكلم مع فؤاد وتقوله إنه هما موافقين وكان بيطلب منهم محدش يتصرف غير لما يبلغوه بيفكر ظافر ونسلهان إنه هما أخوات ولازم يقفوا جنبه بعض وأول لما بيخرج من المكتب بيلاقي قدامه اللي بيقوله إنه بيحاول اتسل على أومت بسها بتردش فبيقوله إنه هيتصرف وبيروح لها على البيت بس بيلاحظ إنها قفل الباب على نفسها وبتقوله إنها ضعيفة مش هتقدر تتصرف زي ما كان متوقع وبتحكي له إنه والدته قسط عليها بكلامها وبيقرب منها أونور وبيحضنها وبيطمنها إنه جنبها إنها لازم تكون وثقة في نفسها وبتتشجع أومت بكلامه وبتوصل على الشركة وبيكون فيه اجتماع ونسلهم متقلقة فيه بس أول لما بتدخل أومت لاجتماع بتتفاجئ هاركة وبتتصدم لما بتغير أومت قرارها وبتاخدها على مكتبها وبتهددها بس أومت بتقف قدامها بكل ثقة وبتقول لها أنا ما تقدرش تهددها وبتقول لها تتقبل وجودها دايما في الشركة وبالليل بتظهر زينب وهيها في كامل أناقتها بس بتبقى خايفة جدا ومرعوبة وبتطمنها فيلزو بتقول لها أنه أونور ما يقدرش يستغنى عنها وقتها بيتس الأونور وبيقول لزينب أنه تحت البيت ومستنيها وبتفرح جدا وتبقى مبسوطة أن علاقتهم رجعت من تاني وبعد دقيق بيوصل أونور مع زينب على مطعم وبتستغرب لما بتلاقي كل الصحافة موجودين فبيرد عليها أنه هم موجودين علشانهم وبعدها بيعود وبيتكلم مع زينب ويطلب منها ما تخبيش حاجة عنه أو تفكر أنها عشان تحميه فتجذب عليه وبيقول لها كمان أنه بيحبها جدا واثق فيها فبتوعده زينب أنها تبقى قد ساقته أنه عمرها ما تخبي حاجة عنه وهم خارجين بتوقفوا مصدحافة وبيعلن أونور قدامهم من زينب حامل منه وقريبة هيتكتب كتابهم وأن الصور اللي ظهرت فيها مع أخوه مجرد صور عائلية مش أكتر وبتحس زينب بالفرحة لأنه قدر يرجع لها قرامتها وبتروح لفجان اللي بتتفاجئ أنه فيرد طالب يشوفها ووقتها بيوريها الخبر اللي اتنشر عن أونور وبيقول لها أنه تحر عنه وعرف أنها استهب في كل اللي بيحصل فبترد علينا عملت كل ده عشان خطر بنتها أنه مش معقول بعد ما بعدت عنها خمسة وعشرين سنة تجاوزها الواحد من اللي أزاهد فبيقول لها فيرد أنه مقدر موقفها بس هيبلغ أونور باللي عرفه فبتترجى فيجن أنه ماعملش كده وبتوعده أنها مش هتقرب منهم تاني بسها بيصدقش كلامها وبيقول لها أنه هيبلغ وفي الوقت اللي بيوصل فيه أونور زينب لبيتها بتجيله رسالة من فيرد أنه بيجن استهبف وكل اللي بيحصل معاهم وساعتها بتطلع زينب على شقيتها وهي مش طيقة نفسها وبتحكي المراع اللي حصل وبتقوله أنه بالها مش هيرتحغل لما تعرف هم معاوزين منها إيه وفجأة بيجيلها واجع فبيخاف مري جدا عليها بس زينب بتطمنه أنها كويسة وبتطلع على قضيته تاني يوم بيوصل فؤاد على الشركة وبيلاقي زوفر وهركة ونيسلهان مستنين ووقتها بيدخل عليه رجالة أرجن وبياخدوه لما بيعرفوا أنه هو اللي قتله بس فوقات بيطلب منهم يصدقوا وبيقول لهم أنه نيسلهان هي السبب وأنه عنده دليل على كلامه ساعتها بياخدهم على محل الأنتيكات وبيطلب من صديقه نزيه أنه يديروا الفلاشة للدهاله لكن لسوق الحظ أن هم أول لما بيشغلوها بيلاقوا على كارتون فبياخدوا فوقات في العربية وبيطلب من نزيه يبلغ الشرطة ووقتها بيخلق أونوره ومعاني سلهان وبيشكره نزيه على خدمته ليهم وكان بيديلوا شنطة فلوسة عشان ساعدهم تبقى نيسلهان فرحانة جدا لأنها تخلصت من الكابوس اللي كانت عايش فيه أما زينب فبتوصل على بيت فيجن وبتطلب أنها تقابلها وأول لما بتشوفها بتتعصب عليها أنها عايزة تدمر حياتها بعد ما وثقت فيها وبتقولها أن العلاقة ما بينهم انتهت حتى الشراكة وبتضطر فيجن أنها تحكي لها الحقيقة وبتاخد زينب على قضتها وهي صغيرة وبتقولها أن دي كانت قضت بنتها بس زينب بتفاجئ لما بتشوف الشراب اللي كانت بتلبسه موجودة على السرير وبنعرف أن فيجن أخدته لما كانت في قضت زينب وبتتهمها زينب أنها سرقت حاجتها لكن فيجن بتحاول تفاهمها وبتقولها أن بنتها اتخذت منها من 25 سنة وبتصدمها لما بتقولها أنها بنتها فبتكذبها زينب وبتقولها أنها مجنونة بس فيجن بتقولها أنها بنتها وكمان بتوريها التحليل اللي عملته ليها وبتشوف زينب التحليل بيستعقلها وبيستوعبش الحقيقة وبتسيبها وبتمشي وبتقولها ما تتصلش بها تاني وبتطلب منها فيجن أنها تسأل والدها وهو هيحكي لها كل حاجة وأول لما بتخرج زينب بتبقى مصدومة من اللي سمعته وبتصل أنور عليها وبيعرف من صوتها أنها مش كويسة فبيروح ياخدها وبيوديها على بيت والدها وبيسألها عن السبب فبتقوله أنها بنت فيجن وأنها عملت تحليل وأثبتت أنها بنتها وأن والدها هو اللي هيقولها على الحقيقة وبتطلب من أنور يمشي وما يستنهاش بس بيفضل واقف وبيبقى خايف جدا عليها وهناك بتستقبلها فيلز وبتطلب منها زينب تاخد بنتها وتخرج بورا لأنها محتاجة تتكلم شوية مع والدها وبتطلع فوق معاه وبتسأله هي بنت مين وبتحكي له أنها عملت تحليل وطلعت مش بنتهم ولسوق الحظ بترجع فيلزة على البيت وبتسمع كلامهم وبيحكي لها صمد أنه أول لما جابها كان بتعيط وأول لما شافتها كلتوم حضانتها وقررت تربيها بعدها بنتها توفت وبتشوف زينب فيلز قدامها وبتسألها لو كانت عارفة فبترد عليها وهي منهارة أنها كانت صغيرة وقت لما جابوها وأن والدها أول لما جابها كان معاه فلوس وبيعدها وبتتصدم زينب من كلامها وبتفضل تفتكر كل كلام صمد ومعاملته ليها وبتمشي وهي منهارة بتقوله أن فيجن هي والدتها بعدها بتخرج زينب وهي منهارة وبيقرب منها أنور وبيحضنها وبيوصلها على شقةها وبيقول لمرين أنه هيروح الصيدلية وهيرجع كمان شوية وقتها بتحكي زينب لمرين أن فيجن هي والدتها بس بتتفاجئ من سكوته وبتعرف أنه كان عارف ومخب عليها وبيحاول يشرح لها أنه تعاون مع فيجن عشان ينتقم من هاركة لأنها وقفت كل شغله بيقع بالسانة وبيقولها أنه هو اللي قالها على خطوبتها من زوفر فبيجيش بتستحمل زينب الكلام وبتطرده من بيتها وبتقوله أنها كانت فاكران وصديقها وكتم أسرارها وأول لما بيخرج مريه بيقابل أنور وبيطلب منه يخلي بالي من زينب في الوقت ده بيوصل مريه على بيت فيجن ووقتها بتظهر وهي قعدة في قد تزينب وبتعيطه منهارة وبيدخل مريه عليها وبيقول لها أن السبب في أن علاقته بزينب تنتهي وأنها بالعمال له ده خسرت كل حاجة فبتقوله أنها كانت مضطرة تحكي لها وأنها كانت خايفة لزينب تضيع منها فبيقول لها مريه أنه مش مستمحها وبيسيبها وبيمشي وبيقف في طريقهم عشان تتدومه وبيبعت رسالة لأنور عشان يتطمن على زينب وبيسأل أنور زينب لو كان مريه عنده مكان يعيش فيه فبتقوله أنها مش عاوزة تسمع سيرته وأنه فيجن أكيد هتساعده وتاني يوم بتظهر زينب وهي عند الدكتورة مع أنور وبتفرح جدا لما تعرف أنها حامل في بنت وبيفرح أونور بالخبر وأول لما بيرجاهوا على البيت بيلاقي خبر منتشر عنهم وبتظهر الصحفية اللي كانت ضدهم وهي بتتأسف وبتقول إنها افترت عليها وبيعرف أونور ان فيجن اللي طلبت منها تعمل كده عشان تصلح غلطها وقتها بييجي سمد وبتطلب زينب من أونور إنه يسيبها تتكلم معا لوحدهم وبيوصل سمد وهو معاكل لحاجة تخص والدتها وبيقول لها ما تظلمهاش وبيحكي لها أنه أول لما جابها فرحة جدا بيها وربتها زي بنتها بالزبط بيطلب منها ما تنساش وما تاخداش بزنبهم وبيديها صورتها وبيمشي بتقعد زينب على الأرض وبتفضل تعيط وبيقرب منها أونورو بياخدها في حضنه وبيقول لها أنه ما لقاش حد وأنه كل اللي كان بتحبون بعده عنها فبيطمنها أونورو بيقول لها أنه جنبها وتاني يوم في الشركة بيدخل قلب على أومت وبتحكي لها أنه عاوزة بتعزم كل عاليتها على الغداء بعد كل الصراعات اللي حصلت بينهم بيعجب قلب جدا بفكرتها وبيقول لها أنه هينفذ اللي هتطلبه منه بعدها بتخرج أومت مع نسلهاني اللي بتقول لها على فكرتها وبدو تبسط بها جدا بس وقتها بيكون في عمل بيرائبهم وأول لما بيخرجوا من الشركة بيروح لفؤيد وبيحكي له على كل حاجة سمعها وفي الوقت ده بيروح أونورو على بيت فيجن وبيقابلها وبيطلب منها تحكي له كل حاجة لأن زينب حاليتها صعبة جدا وبيتنامش وأول لما بيخرج من عندها بيروح لزينب وبيحكي لها عن فيجن وأنه قابلها بس بترفض حتى تسمع منه وبتقوله أنه سابتها طول السنين اللي فاتت ومسألتش عنها تطلع على وضيتها بس أونور بيطلع وراها وبينام جنبها على السرير وبيحكي لها أن والدتها كان بتدور عليها بس والدها هو اللي مناعها وأنه لولا فيردي ما كانش لقيتها وبيطلب منها تدي له فرصة تانية في اليوم اللي بعد وبيصحق أونور بس مش بيلاقي زينب جنبه وبيلاقي أنها صحت وبيعتذر لها عن كلامه معاها وأنه مش هيفتح معاه موضوع والدتها من تاني بس زينب بتفجأ وبتقوله أنه عاوزة تروح لفيجن وأول لما بتوصل وبتشوفها فيجن بتحكي لها أن والدها هو اللي مناعها أنه يدور عليها من السبب في أنها تبدأ عنها هو حميد لأن والدها كان سياسي معروف وحميد ضغط عليه أنه يتنازل عن منصبه أو يفضحه لأنه عرف أنها متجاوزة من أجنبي فبتسألها زينب عن والدها فبترد فيجن أنه كان فرونساوي ومعرفتش تسأل عنه أنها كانت خايفة بتقول لها أنا كان بتحاول تهرب بس واثقا أن والدها كان هيلاقيها وبتعتذر لزينب عن كل اللي عملته معاها وبتقرب منها زينب وبتحضنها وبتفرح فيجن جدا أن بنتها أخيرا رجعت لحضنها وفي المطعم بيظهر زافر وكل عيلته وبيبقى مبسوط بلمة إخواته حواليه وكان بيوصل فردي وبعده زينب اللي بتدخله معها فيجن وبتقول لهم أنها والدتها وكان بيوصل أونوره مع ميري اللي بيبقى خايف لزينب ترفض تقابله بس زينب بتسمحه وبتقوله ما يزعلش منها وقتها بتجي مكالمة الفردي إن شركة الشحن اتحرقت وبيطلب أونور يروح معي بس بيرفضه بيقوله يفضل مع عيلته بعده لما بيمشي بيدخل فؤاده هو مسك مسدس في إيده وبيهددهم بيه وبيحاول أونور ياخده منه بس بيعرفش ساعتها بيرفع فؤاد مسدسه وبيحاول يضرب زينب بس بينقذها ميري وبتجي الرصاصة فيه وبتترحب زينب عليه وبتتنقل على المستشفى وبتظهر زينب وهي منهرة وخايفة لإجراله حاجة في اللحظة دي بيوصل فردي وبيقول لهم إنه فؤاد اتقابض عليه وإنه مش عاوز يتكلم غير بشارط واحد إنه يقابل زافر ويتكلم معي وقبل لما بتسمع عاركة الكلام ده بتخاف جداً اللي يحكي الزافر على سرها وبتمنع زافر إنه يقابله بس بيصمم إنه يشوفه ويعرف منه كل حاجة وقبل لما بتقابل زافر مع فؤاد بيقوله إن الفلوس اللي بيتمتع بيها دي مش من حقه وبتعصب زافر عليه بس فؤاد بيقوله إن الفلاشة كان عليها ملف يخص والدته وبيدله كلمة السر وبيقدم له التحليل وبيقوله إن والده مات أول لما شافه وبيتصدم زافر أول لما بيشوف التحليل وبيعرف إنه مش ابن حميد وقتها بيخرج زافر من المستشفى وبيرجع عالبيت وبيفتح الفلاشة وبيعرف إن والدته هي السابف وموت حميد وبتدخل عليه هاركة ونسلهان وبيقول لها إنه عرف كل حاجة وإن من النهاردة هي مش أم أول لما بيخرج زافر بتوع هاركة من طولها وبيغمى عليها وبتحاول نسلهان توقفه بس بيرفض يسمع لها وبتتصل على أونور وبتطلب منه يساعدها وبنرجع لمريل بيفوق وبيلاقي زينب جنبه وبتطمن عليه وبتسأله إزاي خاطر بحياته علشانها فبيرد عليها إنها صديقته الوحيدة وإنه مسدق إنه يكون لها عيلة حبها فبتفرح زينب من كلامه وبيتصلحه ووقتها بيدخل أونور وبيتطمن عليه وبيقول لها إنه رايح لخوات وفي الوقت ده بيظهر زافر وهو منهاره مش قادر يستوعب اللي بيحصل معاه وساعتها بتوصل نسلهانه وكمان أونور وقمته بيحاولوا إنه هما يهدوه بس زافر بيقوله منه مش أخوهم غير من الأم وأنه طول حياته عايش في وهم وبيقرب منه أونوره بيحاول ينقذه قبل ما يقع وبيقرب منه وبيحضنه وبيقوله إنه هما أخواته ده لإنه هما تربوا مع بعض وبياخد زافر أخواته في حضنه وبيبقى للنهاردة هو يوم عيد ميلادها وبترجع علاقتها من تاني بصمد وبترتيبة قمت بقلبه وبيبقوا هما الاتنين مبسوطين مع بعض أما بقى هاركة فبتتجنن وبتدخل مستشفى وبتظهر معها نسلهان وبتحاول تخليها تتكلم بس بتبقى رفضة وبتحكي لها نسلهان إنه كل اللي عملته عشان الورسة وما خدتش منه حاج إنه هي وإخواتها علاقته متحسنت مع بعض وأول لما بتخرج نسلهان بتسأل الدكتور عن حالتها فبيقول لها إنها ممكن تتحسن لو ظفر شافها بس بتقوله إنه رافض يشوفها أو يسمع حاجة عنها وبعد دقائق بتوصل نسلهان على البيت وبتحتفل معهم بعيد مع علاقة مثال وبيظهروا كلهم وهم مفرحانين بوجودهم مع بعض وبتنهي زينة بالحكاية وهي بتقول إنها كل لما بتبصر الماضي بتحمد ربنا إنها تلاقي قصتها وتظهر في حياتها مثال بنتها وبتقرب من بنتها هي وأنورو بيبسوها وبيخلص المساعد الفيديو ده كتبته داليا محمود وسجلته أمل عقيل ومنتجه عمر حجاج وما تنسوش تعملوا فلو صفحة فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا ملخصات الأفلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني وفلو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلو صفحة هكونها مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والأنمي سلام